قال الباحث في الشأن السياسي العراقية الدكتور محمد نعناع خلال استضافته في أحدى نشرات زاكروس إن انقسام المستقلين حاليا هو الذي يؤذي جلسة مجلس النواب مشيرا إلى أن المستقلين قاطعوا الجلسة لأسباب غير معروفة رغم تعهدهم في برنامجهم أنهم مع حكومة أغلبية ومستعدون للقضاء على المحاصصة والفساد والمحسوبية هناك قسم آخر أيضا مستقلين حقيقيين ولكنهم حقيقة تعرضوا إلى ضغوطات كثيرة جدا بعضها ضغوطات شعبوية مثل كيف تدخلون مع التيار الصدري والديمقراطي الكردستاني أيضا من ضمن المتحاصصين منذ 2003 ولحد هذه اللحظة هذه الدعايات وهذه الشعارات لا مجال لها في السياسة لأن سياسة براغماتية وتداولية ولكن مليت عليهم حتى من قبل قطاعات وشرائح اجتماعية وليس بالضرورة من قبل كتل سياسية أخرى أو من قبل إرادات خارجية فهؤلاء المستقلين انقسامهم حاليا هو الذي يؤذي جلسة مجلس النواب هو الذي عطل عقد جلسة مجلس النواب وإلا التحالف الثلاثي أو إنقاذ وطن وصل حاليا إلى ناهز المئتين مقعد ويحتاج إلى عشرين أو تسعة عشر مقعد لو هؤلاء كانوا يشعرون بالمسؤولية التي ضمنوها في برامجه من انتخابي يعني إحدى الكتل التي أعلنت مقاطعتها وطبعا هي ليست من قول الإطار التنسيقي وفيها لمسة وطنية لكنها أعلنت عن مقاطعتها لجلسة اليوم لأسباب غير معروفة هم مستقلين ونحن نعرف أنهم مستقلين قاطعت الجلسة لأسباب غير معروفة رغم أنه في برنامجهم قالوا بأننا مع حكومة أغلبية وطنية حتى نقضي على المحاصصة والتوافقية والفساد والمحسوبية ونرى بأن خط الأغلبية الوطنية هو الخط الذي ينتشي الدولة العراقية من الفساد والانحطاط التي هي فيه ولكنهم فجأة وهم ستة نواب أعلنوا مقاطعتهم نواب آخرين أيضا تمارضوا نواب آخرين سافروا وأنا عرف أن ثلاثة نواب من المستقلين مسافرين حاليا هؤلاء أعتقد بأنهم خذلوا جلسة الحسم ويجب أن يراجعوا أنفسهم لكي يكونوا مع الأغلبية التي هي من صميم الديمقراطي